والتوقف عن العمل لمدة خمس دقائق خارج مقر الوزارة الأولى بحضور الوزير الأول عبد الملك سلال وأعضاء الطاقم الحكومي وإطارات وعمال وعاملات الوزارة للتنديد بالجرائم الإسرائيلية المختلفة في حق الفلسطينيين العزل الوقفة التضامنية تميزت أيضا بالوقوف دقيقة صمت والتوقف عن العمل خارج مقر وزارة الخارجية بحضور وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القدر مساهل وسفير دولة فلسطين بالجزائر وإطارات وعمال وعاملات الوزارة كما تم الوقوف دقيقة صمت والتوقف عن العمل لمدة خمس دقائق خارج مقر المركزية النقابية بحضور الأمين العام للمركزية النقابية سيد السعيد والأمين العام لحزب العمال لويزة حنون والأمين العام لمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء طيب الهواري لجانب كافة النقابيين للاتحاد العام للعمال الجزائريين سبحان ربك رب العزة وبمؤسسة تلفزيون الجزائري نظمت دقيقة صمت تضامنا مع الشعب الفلسطيني بحضور المدير العام للتلفزيون توفي خلادي والمدير العام للإذاعة الوطنية شعبانوناكال وإطارات وعمال التلفزيون والإذاعة كما خصص اليوم التلفزيون الجزائري فضاء مفتوحا على المباشر للتنديد بجرائم توقف دقيقة صمت رحما على أرواح شهداء غزة هذه الوقفة شارك فيها إضافة إلى عمال الباريد مواطنون مؤذرة للشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر